الحديث الثامن والعشرون وجوب لزوم السنة عن أبي نجيش عرباب بن سارية قال الله عنه سعال قال وعذنا رسول الله سبا الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأنصنا قال أوصيكم لتكوى الله عز وجل والسمع يبطاعة وإن تأمر عليكم عد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ما هو أبو داود والترميلي وقال حديث حسن صحيح حديث 28 berpegang teguh kepada sunnah وقال حديث انتظروا وقال حديث حسن صحيح أَلَيْهِ وَسَلَمْ بَرْسَبْدَةً Gigitlah dengan geraham kalian Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan Karena semua perkara bid'ah atau yang diada-adakan itu adalah sesat Riwayat Abu Dawud dan Turmuzi Dia berkata Hasan Sohih قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدنك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلع يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت قلت بلى يا رسول الله فأخذ لرسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا المؤاخذون بما نتكلم به فقال فقال فتلتك أمك وحل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواغ الترمذي فقال حديث حسن صحيح حديث 29 كونسي كونسي سرق داري مؤذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال سرق غَهِ رسول الله أعلم أنا أعلم منصف أعلم التي قام إلى وأعلم والذى أعلم السيارة صلوه أعلم صلوه إلا أنك Because أعلم سيطل أعلم شيء وليس وليس سبق للعطف أعلم المترجم للقناة 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 شخص يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أعطي لك شيء يجب أن أعطيها أعطي الله و أعطي الله 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 آم أعطي الله أعطي الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه رماجة والدار قطني وغيرهما مسندة ورواه مالك في الموقع مرسلا عن عمر بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسقط ابا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا لع Sasha حديث 32 حديثções منذ الحديث من後 سعيد بن ملك الرذผق رضي الله عنه خلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضر ليسول Ferawan ضرار ليسول enrolled تعالى ويلون حدث حسن ريوات ابن مجه دارو قطني ومن ثمانا تسمية حدث هذا حدث هذا أيضا يريواته من المالك في المواطع من أمار بن يحيا من أبنه من أبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم على أبي صلى الله عليه وسلم حدث هذا أيضا beberapa jalan yang saling menguatkan الحدث الثالث والثالث البيانة على المدعي واليمين على من أنكر عن ابن عبد السلم رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتنسوا بداعوهم لدعا رجال أموال قوم ودناءهم لكن البيانة على المدعي واليمين على من أنكره حدث حسن ومن ثم على أبي صلى الله عليه وسلم حدث 33 ومن ثم على أبي صلى الله عليه وسلم على أبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم على أبي صلى الله عليه وسلم الحديث الرابع والثلاثون أنه يعين منكر من الإيمان ومن ثم على أبي صلى الله عليه وسلم من ثم على أبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم على أبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم على أبي صلى الله عليه وسلم الحديث الخامس والثلاثون أخوة الإسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغدوا ولا تجابانوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخدله ولا يكذبه ولا يحقعه أتقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب مرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمو وماله وعطه طواه مسلم حَدِسْ كَتِجَىٰ فُلُهْ لِمَ فَرَسَوْدَرَانْ دَالَمْ إِسْلَامِ دَرِي أَبُهُ رَيْرَى رَضي الله عنه رَسُولُ اللَّهُ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِسَمْدًا janganlah saling mendengki saling melakukan najasi dalam jual beli saling membenci saling membelakangi dan janganlah membeli barang yang sedang ditawar orang lain wahai hamba-hamba Allah jadilah kalian bersaudara seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain maka tidak boleh menzoliminya menelantarkannya dan berbohong kepadanya serta menghinakannya taqwa itu ada di sini seraya beliau menunjuk dada beliau tiga kali derajat kejelekan pada diri seorang muslim setingkat dengan perbuatannya merendahkan saudaranya sesama muslim setiap muslim haram darahnya hartanya dan kehormatannya hadis riwayat muslim terima kasih telah menerima 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 diperlukan kesulitannya di hari kiamat barang siapa yang memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya urusannya di dunia dan akhirat barang siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya بعhan siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu maka akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga jika ada sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah yakni Masjid mereka membaca kitab-kitab Allah dan saling mempelajarinya niscaya ketenangan akan turun kepada mereka dan rahmat dilimpahkan kepada mereka dan para malaikat mengelilingi mereka Serta Allah menyebut-nyebut mereka dihadapan mahluk di sisinya Barang siapa yang lambat amalnya Tidak bisa dipercepat oleh nasabnya Riwayat Muslim Tidak bisa dipercepat oleh nasabnya Hathis ke-37 Keutamaan dan Rahmat dari Allah من ابن عباس رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ربيا ريو عنه عنه من ربعه الله كان محا سهل ومه ترمي كما ربيا ربعه الله تجعله أبنه تعطيك ومعنه باعتمه ومعنه بشكله بیه، وطانا لاید ông لاید امالها، وظیل الله تعطى بالمثال في مفаж اظراد منطقات الله تعطى زیر لا مصال بیديو المترجم للقناة العبادة لله وسيلة القرب والجنة عن أبي هريرة رضي الله عنه خاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش به ورجله الذي يمشي به ولا إن سألني لا أعطيانه ولا إن استعاذني لا أعيدانه أعطيانه 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 Tidak dianggap berdosa Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما Sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم Bersabda Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku Kesalahan yang tidak disengaja Karena lupa Dan yang dipaksa Untuk melakukannya Hadis Hasan Riwayat Ibnu Majah Al-Bayhaqi Dan lainnya Al-Hadiif Al-Arabahun Al-Dunya Mizra'atun Al-Akhira An-Ibn Umar Rasulullah Sallallahu Al-Alihi wa Sallam Bimankibi Faqal Kul fi al-Dunya Ka'annaka ghaib Au-Abi usabi Wa kainabnu Umar Wa kainabnu Umar Wa riyallahu ta'ala Anhu ma yakul Iza emsai Fala tentadir Assabah Wa iza asbah Fala tentadir Al-Masa'ah Wahub min sahhatika Limaradik Wa min hayatika Limaradik Awagul Bukhari Hadis ke-40 Dunia adalah Ladang bagi akhirat Dari Ibn Umar R.A. Dia berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi wa Sallam Memegang Kedua pundak saya Seraya bersabda Jadilah engkau Di dunia Seperti orang asing Atau orang yang melewati Suatu daerah Ibn Umar berkata Jika kamu berada Di sore hari Jangan tunggu Pagi hari Dan jika kamu berada Di pagi hari Jangan tunggu Sore hari Gunakanlah Kesehatanmu Untuk sakitmu Dan kehidupanmu Untuk kematianmu Hadis riwayat Al-Bukhari Al-Bukhari Al-Ebun Al-Aby Abim Al-Fam Adin Ibn Ibn Al-Raw Ibn 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 OQ Ibn Al-Fam Ibn 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 في كتاب الحجة بإسناد صحيح حدث ك41 تاندى كإيمان داري Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As رضي الله عنهم bahawa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk kepada apa yang telah aku sampaikan hadis Hassan Sohih dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad Sohih الحديث الثاني والاربعون سعة مغفرة الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أباري يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواض الترمذي وقال حديث من حسن صحيح حديث الثاني والاربعون لوسنى ampunan الله dari أنس بن مالك رضي الله عنه ia berkata saya mendengar رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda Allah تعالى berfirman wahai anak آدم selagi engkau meminta dan berharap kepada aku maka aku akan mengampuni dosamu dan aku tidak pedulikan lagi wahai anak آدم walaupun dosamu sampai setinggi langit bila engkau mohon ampun kepada aku niscaya aku memberi ampun kepada mu wahai anak آدم jika engkau menemui aku dengan membawa dosa seberat bumi kemudian engkau bertemu denganku atau meninggal dan engkau tidak menyengkutukan aku dengan sesuatu apapun niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan seberat bumi pula hadis riwayat At-Turmuzi beliau mengatakan hadis Hasan صحيح terima kasih atas dukungan terima kasih atas dukungan